السلام عليكم عندك في البيت ولد صغير ولا بنت صغيرة خنقل بعد عندك بركة سباحة أكيد إذا ما كانوا يأرفون يسبحون بتخاف عليهم بركة سباحة ممكن يقربون جمها ممكن يطرحون فيها ممكن يغرقون فإيش تتسوي مش تروح لإنترنت وتكتب مطالب بحضر بركة سباحة لا ما تطالب بحضر بركة سباحة تحط حاجز حور بركة سباحة عشان تحمي أطفالك منه عندك طفل صغير تخاف يرقى الدرجة تحط حاجز عند الدرج عندك هواد حادة مثلا في المطبخ عندك مواد كيميائية تقفل عليها داخل الدرج تحطها فماكن مرتفع عشان ما يوصل لها الولد الصغير هذا دورك أنت كعب هذا دورك أنت كأم عشان تحمين أطفالك من الأشياء اللي ممكن تشكل عليهم خطر الإلكترونيات التقنية الحديثة للعب الإلكترونية كلها هذه أشياء مشابهة هي موجودة عندك في البيت لها فايدتها الأطفال ممكن يستخدمونها لكن فيها أشياء ممكن تشكل خطر عليهم ودورك أنت أنك تحمي أطفالك من هذه الأشياء للأسف مؤخرا قاعدين نسمع قصص تتبهر بشكل غير طبيعي فيها معلومات وهمية بشكل غير طبيعي منها الحوت الأزرق اللي شرحناها الأسبوع اللي فات وقلنا أنها ما هي لعبة وأنها مجرد تحدي وأنها صعب جدا جدا أن أي حد يلقاها الإعلام بدل ما يهدي اللعب قام يسوي أبغريد للعبة طوروا اللعبة صار فيها أسئلة عن داعش يعني الموضوع جدا جدا في أوهام بشكل غير طبيعي فأنا أصحكم تبتعدون عنه بشكل كبير لكن اللي مش وهم هو إمكانية تعرض أطفالك للتحرش أو الابتزاز أو الأشياء هذه طبعا هذه ممكن يتعرضون لها في أي مكان في الجوال في واتساب في البلاستيشن في أشياء كثيرة عشان تحمي أطفالك من هذه الأشياء وتحميهم من الاستخدام الخاطئ للأجهزة الإلكترونية أنا بشرح لك وبشكل عمل اليوم وخصوصا بعطيكم أمثلة على البلاستيشن وأيضا على أجهزة أبل مثل الآيباد والآيفون وكيف تحمون أطفالكم عن طريق الإعدادات الأبوية الخاصة الموجودة في هذه الأجهزة طبعا نصيحة لا تتشدد بشكل كبير جدا ممكن يكون طفلك عاقل الحمد لله إن في جيل كبير من الأطفال استخدم أجهزة إلكترونية كثيرة والحمد لله ما صار في أي مشاكل ويعرفون كيف يستخدمونها ويعرفون كيف يبتعدون عن الأخطاء فانتبه لا تتشدد بشكل كبير وتبالغ بموضوع الحماية لطفلك نبدأ مع جهاز البلاي ستيشن 4 جهاز ألعاب متوفر في بيوت كثيرة ممكن يكون عندك أطفال عمرهم ثلاث سنوات أو أقل ممكن يكون عندك عشر سنوات بغض النظر هم يحطوا لك خيار وعندك واجهة المستخدم باللغة العربية اذهب للإعدادات في خيار اسمه الرقابة الأبوية أو بالإنجليزي parental control الخيار هذا رح يخليك تحط باسورد ممكن تحط باسورد أهم شيء أنك تكون أنت تعرفه وتتذكره بشكل جيد عشان إذا حتشت ترجع بعدين وتعدل الإعدادات الباسورد هذا يسمح لك أنت تعدل هذه الخيارات ماذا تقدر تسوي في هذه الخيارات؟ تقدر تسوي أشياء كثيرة من أهمها تقدر أول شيء أنك تحدد كم الفئة العمرية للألعاب اللي تسمح للمستخدم اللي جالس على البلاي ستيشن 4 هذا أن يلعبها طبعا يعطيك الخيارات كلها ثلاث سنوات ثمانتعشر سنة على حسب أنت تحدد إيش نوعية الألعاب اللي ممكن يلعبها الشخص اللي يستخدم الجهاز وتقدر تتحكم في أشياء أكثر دقة مثل أنك تمنع استخدام المتصفح حق الإنترنت اللي موجود في الجهاز ممكن أنك تمنع أن الشخص يجي ويخط DVD ويتفرج عليه عن طريق الجهاز إذا أنت ما أنت موجود وتتراقب إيش DVD اللي يحطه ويرغبه ويشغله على الجهاز تقدر تمنع هذا الشيء بشكل كامل أيضا فرضا عندك في البيت أطفال بأعمارهم مختلفة ويجبك تسمح لكل واحد منهم بشي مختلف تقدر تسوي هذا عن طريق أن كل واحد يكون له مستخدم منفصل اسم مستخدم منفصل على الجهاز بحيث تحط لكل واحد إعدادات منفصلة خاصة فيه الرقابة الأبوية أيضا موجودة في الآيباد وموجودة في الآيفون إذا رحت عند الإعدادات العامة رح تلقي خيار اسم القيود بالعربي طبعا القيود رح يخليك أيضا تحط إعدادات خاصة بمستخدم الجهاز وتحط قيود عليه عشان ما يروح ويسوي أشياء تذي مثلا خلنا افترض أنك تبغى فقط يلعب على الآيفون أو على الآيباد ما تبغى يلعب ضد ناس ثانين ما يعرفهم ناس مجهولين نحن هنا في النهاية قاعدين نحمي الأطفال خصوصا صار جدا في السن من أنهم يتوصلون مع أشخاص قرباء فمثلا تقدر توقف اللعب الجماعي اللعب اللي يكون فيه لعب مع أشخاص آخرين وتلاقي الخيار موجود عندك في الأمامك اسمه اللعب الجماعي تقدر توقف أشياء ثانية مثل أنك تقدر توقف أنه أثناء استخدامه للجوال يشارك موقعه أو بعض التطبيقات تستخدم موقعه جي بي أس ملاحة يقدر يعرف وين كانه هل هو في الدمام هل هو في الخبر هل هو تبغى تلغيها تقدر تقفلها بشكل كامل للجوال إذا كان مستخدم طفل تقدر أيضا توقف استخدام البيانات مثلا اللي هي الداتا الخاصة بالشريحة الجوال حكتك تقدر تمنع استخدام تطبيقات معينة أيضا في خيارات مشابهة نفس هذه اللي شرحناها في الآيفون في رقابة أبوية أيضا على أجهزة أندرويد في أيضا تطبيقات تقدر تستخدمها لطفلك مثلا إذا كان طفلك يستخدم يوتيوب كثير تقدر تستخدم يوتيوب كيدز النسخة الخاصة بالأطفال من اليوتيوب وهنا تقدر تحدد أوكي تقدر مثلا تعطل البحث ما تخلي طفلك يروح ويقدر يسوي بحث على الفيديوهات بشكل عام تقدر تحصر أن طفلك يشاهد قنوات معينة قنوات في اليوتيوب أنت تعرفها وتعرف أن محتواها ملائم لطفلك فتقدر تحدد أنه فقط يقدر يستعرض بيديوهات من هذه القنوات الخيارات كثيرة ولا نهائية لا تكون أنت أو لا تكونين أنت شخص كسلان وما تحمي طفلك من هذه الأشياء وتبدأ تلوم الآخرين والطالب الحكومة أنها توقف ما أدري إيش وتحضر ما أدري إيش لا الموضوع كله بيدك إن تقدر تتحكم باستخدام طفلك للأجهزة الإلكترونية والتقنية الحديثة بشكل عام وتقدر تحميه من الإبتزاز ومن الحديث للغرباء اللي هو أكثر شي خطر عليه من استخدام هذه الأجهزة أتمنى يكون هذا الفيديو يعني أفادكم وفيه شرح عملي وتطبيقي ورناكم بالصورة كيف تقدرون تعدلون بعض هذه الإعدادات وزي ما قلنا بشكل مشابه عندك أجهزة كثيرة ثانية استخدم نفس الطريقة ابحث عن شيء اسمه الرقابة الأبوية أو Parental Control وبتلقاه بإذن الله وتقدر عن طريقه أنك تحمي أطفالك يعطيكم العافية المتابعة حاولوا تنشرون الفيديو قدر الإمكان عشان يستفيد منه أكثر عدد من الناس كان معكم محمد بسيمي ومع السلامة اشتركوا في القناة